مرحبا بكم معكم دكتور بيرش أجيبكم اليوم عن هذا السؤال هل يمكن تناول الشوفان في حمية الكيتو وهل يوقف حرق الدهون؟ هناك نوعان من الشوفان الأول الشوفان المقطع أو الشوفان الإيرلندي أو الإسكتلندي وهو شوفان غير معالج الشوفان سريع التحضير ويحتوي عادة على كمية كبيرة من السكر أو السكر البني إذا نظرنا إلى المؤشر الجليسيمي للشوفان المقطع سنجد أنه خمس وخمسون ليس مرتفعا للغاية ولا منخفضا للغاية ولكنه مرتفع قليلا بالنسبة لحمية الكيتو وهذا يعني أنه سيتحول إلى سكر بطريقة ما أما الشوفان سريع التحضير فمؤشره ثلاث وتمانون وهذا قبل إضافة السكر إليه وهذا يعني أنه سيتحول سريعا إلى سكر لأنه خضع لمعالجة أكبر كلما زاد المؤشر الجليسيمي كان الطعام أسوأ فيما يتعلق بإنقاص الوزن إذن إياكم وتناول الشوفان سريع التحضير ولا تشتر العبوات التي تحتوي على سكر مضاف فهي ضارة بصحة أما بخصوص العناصر الغذائية في الشوفان فهو يحتوي على كمية صغيرة منها ولا أقول إنه خال تماما منها فهو يحتوي على بيطا جلوكان وهو مفيد في ضبط الكوليستيرول إن كنتم تحاولون إنقاص الوزن وتتبعون حمية الكيتو مع تقليل الكربوهيدرات فلا أنصحكم بتناول الشوفان لأنه سيبطئ تقدمكم في إنقاص الوزن أما إذا كنتم لا تحاولون إنقاص الوزن فلا بأس بتناوله ولكن حرصوا على تناول الشوفان المقاطع أعلم أنه يحتاج إلى وقت أطول لتحضيره ولكنه أفضل لصحة من النوع الآخر سريع التحضير كانت هذه إجابتي حول الشوفان نشكركم على المشاهدة ولا تنسوا وضع الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا